وفقاً للوائح الوصول المغادرة الحالية، يجب على جميع الأطراف إجراء مراقبة صحية يومية وأكمل التطعيمات الكاملة بلقاحات فيروس كورونا قبل 14 يوماً من وصولهم إلى الصين وأجراء اختبارين الحمض النووي قبل 96 ساعة من انطلاق الرحلة والصعود إلى الطائرة بتقديم كود الصحة الأخضر وبعد وصولهم إلى مطار العاصمة الدولي، يتعين عليهم إجراء التصريح الصحي الجمركي واختبار الحمض النووي وأخذ العينات في المطار ثم يستقلون حافلة الوصول المغادرة المكوكية المقدمة من اللجنة المنظمة لأولمبياد بكين الشتوي إلى مكان الإقامة المحدد أعمال الوصول والمغادرة هي في الواقع لتوفير خدمات الوصول والمغادرة للبلد المطيف والمدينة المطيفة لجميع الأطراف المشاركة ويجب أن نقاتم خدمات وصول ومغادرة مجدولة وآمنة ومنظمة وسلسة ومريحة حتى يتمكن طيوفنا من تعقيق السفر آمن والسريع وفي الوقت الحالي ستعمل 19 شركة طيران محلية وأجنبية بما في ذلك إيرتشاين وكاثي باسيفيك بشكل ثابت على تشغيل رحلات مؤقتة بين بكين وهونغ كونغ وباريس وسنغافورة و18 مطارا في مدن أخرى خلال فترة الأولمبياد وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن تفتح لندن وبانكوك ومدن أخرى رحلات طيران مؤقتة من وإلى بكين وفقا الاحتياجات الموظفين المعنيين بالأولمبياد وفي 21 من يناير أشجاري مع دخول الرياضيين ومسؤولين لجان الأولمبية من مختلف البلدان إلى البلاد ستبدأ أعمال وصول المغادرة في ذروة دخول الحدود لقد قمنا بزيادة كفاءة تقليص الجمهوركية مما يجعل وقت البقاء في المطار أقصر وتقليص الجمهوركي أسرع بحيث تقل مخاطر الإصابة بالفيروس ترجمة نانسي قنقر